نروح بقى مع حضراتكم لبوابة مبتدى وبنقرأ منها وزير التعليم العالي أنفقتة 7 مليار جنيه لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة ده عنوان الخبر تفاصيل بتقول نظامة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعليات منتدى التعليم العالي والبحث العلمي على مدار يومي الخميس والجمعة بحضور دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورؤساء الجماعات الحكومية والخاصة والدولية والتكنولوجية والمعهد البحثية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتضامن وعدد من الشخصيات العامة وخبراء تكنولوجيا المعلومات وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خادر عبد الغفار أكد أن المنتدى يكتسب أهميته من المحاور والموضوعات التي يتناولها وتدور حول التحول الرقمي في التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار واحد من أولويات الحكومة المصرية لمواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة وأشار إلى أن الوزارة فقط ما يقترب من 7 مليار جنيه لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة في مجال التحول الرقمي وفي تحسين أداء الخدمات الإلكترونية لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات والمستشفيات الجامعية وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإختبارات المميكانة وميكانة المستشفيات الجامعية المختلفة من بوابة مبتدأ نروح محضراتكوا لا بوابة روزال يوسف بنقرأ منها وزيرة التضامن الاجتماعي بتقرر مضعفة عدد المعارض في محافظات الجمهورية المختلفة تنفيذا لتوجيه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ببحث ودراسة شكوى 30 أسرة منتجة قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مضعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة وزيادة عدد العرضين المشاركين فيها وأكدت وزيرة التضامن أنه خلال عام 2021 قامت الوزارة بتنظيم 8 معارض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في مختلف المحافظات وأكدت أنه من المخطط إطلاق معارض 9 بمدينة السادس من أكتوبر المعارض دي شهدت مشاركة حوالي 810 عارض ومنتجات لـ 5120 أسرة واعتبرت أن الوزارة بتقوم بدعم المشاركين بجزء كبير من تكلفة مع بعض نروح معكم بابة الشروق نقلة من هذا الخبر وزير الرئي التغييرات المناخية تهدد حقوق الإنسان في الحصول على المياه نرى التفاصيل مع بعض لأن الدكتور محمد عبد العاط وزير الموارد المائية والرئي قال أن التغييرات المناخية تؤثر سلبا على الموارد المائية وده ينتج عنه تهديدات التلمية المستدامة وحق الإنسان في الحصول على المياه وده جاء خلال لقاءه مع أياس سليمان والوفد المرافق لها حيث تم استعراض محاور تقرير المناخ والتلمية الخاصة بمصر الذي يقوم بعداده خبراء من البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وقال أن مصر تعدم الأكثر الدول تأثرا بالتغييرات المناخية نتيجة الارتفاع في منصوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغييرات المناخية على منابع نهر النيل وعدد من الظواهر المناخية زي موجات الحرارة والبرودة والسيول بنقتتم مع حضراتكم فقرتنا من بوابة الدستور بنقرأ منها تاج الدين محذرا لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة وفعالة أمام المتحورة قال دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا واللي وفرتها الدولة لتطعيم المواطنين فعالة أمام المتحورات الجديدة للفيروس واللي بيتم الكشف عنها يوم بعد يوم لكنه حذر من تهون المواطنين لتلقوا اللقاح في الإجراءات الوقائية لأنه لا يمنع الإصابة لكنه يقلل من فرصها وشدد أيضا على ضرورة الانتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي وأكد أن الموجة الرابعة أكثر انتشارا حتى الآن من الموجات السابقة وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أول بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر